دائماً مع قصص القلوب وهذه الشقراء نشرت على إنستجرام صور تخييمها في صحراء الجزائر وكتبت في وصفها للصور في البوست الجزائر أنت تمتلكين قلبي اسمها ماكسين جزائرية هولندية مولعة بجماليات الجزائر خاصة صحراءها كانت تنشط على تيك توك وإنستجرام كل المنصات بوتيرة متواصلة خلال زياراتها لتامدراست وبقية مناطق الجنوب الساحرة غابت منشورتها مرة واحدة منذ نوفمبر الماضي لكنها عادت لنشاهد بكاميرتها مناطق تستحق الزيارة مراراً ديكورات طبيعية من إبداع الخالق عز وجل تتحدث هذه المناطق عن جمالها لوحدها بألوان ساحرة وشساعة تؤكد قارية الجزائر البلد الذي يحتوي إثنيات متعددة تجمعهم نجمة وهلال على بصات أبيض وأخضر ماكسين قدمت دعوة للسياح لزيارة الجزائر وصحرائها وكتبت الجزائر أحد أكثر المواقع روعة في الصحراء الأفريقية حيث يمكنك اكتشاف وجهة استثنائية لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر هذا ما قالته ماكسيم أما أنتم فقلتم بداية بعثمان لم تشهدي شيء بعد عليك بزيارة مستغان موسككدا وبجايا ووهران وتلمسان وقسنطينا أما باست فقال في تمنراست يوجد أروع مناخ في الجزائر شكرا لك على الزيارة أما ديود قال يبحث عن مكان أسور ومرحبا بكل أزور ننتقل الآن إلى الموضوع الأخير